السلام عليكم اليوم نتكلم على مشكلة المواصلات في المدن وسوف نقارن البنى التحتية الميدان بين الجزائر وباقي الدول افريقيا كل دول افريقيا وكل مشاريع وهنا نشوف اه عندنا اه يعني اربع انواع متاع المواصلات في المدن النوع الاول بالاسود وهو تيليفيريك ثم بالازرق عندنا الميترو وبالاحمر عندنا التراموي وبالاخضر عندنا قطار طاحية وبغمادي عندنا المشاريع ايض الانجاز في دول افريقيا نروح نشوف دولة بدولة انا اه عندما نشوف من الخريطة نلاحظ انه اغلب وسائل هذه متمركزة في الجزائر وهذا دليل على الناس هذا جواب للناس اللي تقول احنا احنا دولة اقليمية دولة اقليمية هادو الجيران احنا نورو لهم بالدلائل اذا نروح نشوف الاول نبدأ بالمروك او ما يسمى بالمغرب الاقصى المغرب الاقصى فيه تراموي في الرباط تراموي في كازابرونكا وقطار الضاحية في كازابرونكا هذا ما كان شوف الجزائر فيها كل انواع هذه الارواعة وهي الدولة الوحيدة في افريقيا اللي عندها كل انواع انتع المواصلات فيها لطراموي بالاحمر سبعة في سبعة مدن اللي هي وهران وسدي بالعباس ومؤخرا مستغانم وورقلا وقسنطينا وصطيف وجزائر العاصمة فيها احداش تيريفيريك ستة منهم في جزائر العاصمة وفيها الميترو وهنا نلاحظ انه كان زوج مدن في افريقيا اللي فيها الميترو هي الجزائر العاصمة والقاهرة لا اكتر ولا اقل كان زوج تراموي اذا زوج ميترو واحد ميترو في ارجي والميترو الاخر في القاهرة حتى جنوب افريقيا ليس لديها ميترو جنوب افريقيا ليس لديها لا ميترو ولا تراموي عندها غير القطارات انتع الضاحية ثلاثة قطارات انتع الضاحية في طوريا جوهانسبورغ ودوربان وكذلك في كيبتاون وهنا نلاحظ انه اه الميترو اه اه هتادر فيه ميترو في اديسا بيبا دولة التالية اللي دشنت الميترو الاتحة مؤخرا في الفين واثنين وعشرين ولا الفين وواحد وعشرين دشنت اول مترو الاتحة في اديسا بيبا اذن كانت مدن في افريقيا اللي عندهم الميترو اما شو ما يخص المشاريع اللي رأي قيد الانجاز عندنا في في اه نيجيريا عندنا مشروع في بورت هاربور ومشروع في ليكوس وكذلك مشروع في ابيجان في ساحل العاج هذه هي مشاريع الموجودة واللاحظ انه تمانين في المية انتع المشاريع انتع المواصلات موجودة في بلادنا تونس عندها الا لطراموي واحد في العاصمة تونس اذن هذه المشاريع وان شاء الله فيها اربع مشاريع سوف تنطالق في مدن عنابة وبشار والبليدة وبجاية اذن في اربع مشاريع اخرى سوف تنطالق في الايام القليلة القادمة اذن هذا هو المشاريع يعني تعالى المواصلات في المدن ونشوف ان الجزائر هي رائدة اه وبيعني اه فاصل كبير عن باقي الدول افريقية اه اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم اشتركوا في القناة